الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وتبالقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزل إذا رأت الفتاة العزباء أنها تأكل السلج في المنام علامة على الحصول على الخيرات الفترة المقبلة لهذه الفتاة والله أعلم بينما إذا رأى الشاب الأعزب في منامه أنه يأكل السلج علامة أنه سوف يتزوج من فتاة جميلة وصالحة والله أعلم رؤية الفتاة العزباء أنها تلبس فستان من السلج في المنام إشارة أنها سوف ترتدي فستان الزفاف قريبا وسوف تتزوج قريبا والله أعلم رؤية أكل السلج في المنام دليل أن صاحب الرؤية لديه عديد من الأموال ولكنه يقوم بإنفاقها بطريقة غير صحيحة والله أعلم إذا رأى النائم في منامه أنه يمشي على السلج دون إلحاق الأزى به رؤية محمودة تدل على الرزق والخير الوفير لصاحب الرؤية رؤية المشي على السلج في المنام يكون دليل على حصول صاحب الرؤية على كثير من الأموال الفترة المقبلة بينما إذا رأى النائم في منامه أن السلج على هيئة مكعبات علامة على المال والرزق الوفير القادم إليه في الحياة رؤية المريض يأكل السلج في المنام علامة على الشفاء العاجل والله أعلم إذا رأى النائم في منامه أنه يقوم بالاستحمام بالسلج تكون إشارة على الحزن الذي يسيطر عليه الأيام القادمة وفقدان شخص عزيز عليه والله أعلم بينما تدل رؤية الاستحمام بالسلج في المنام علامة أن صاحب الرؤية سوف يدخل السجن وصيرى مشاكل كثيرة جدا بدخول السجن والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة